على هامش القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل لليوم الثاني على التوالي محاولات حثيثة لحلحلة عقد مسألة الديون اليونانية من خلال اجتماعات جانبية تمت بين رئيس حكومة اليونان أليكسيس تسيبراس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسو أولاند الذي أشار إلى أهمية اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو هذا السبت في بروكسل الاجتماع مهم جدا ومصيري ففي الثلاثين من الشهر الجاري ستكون السلطات اليونانية أمام استحقاقات مالية القادة الأوروبيون في قمتهم كانوا قد رفضوا طلبا يونانيا بعقد قمة استثنائية جديدة لقادة دول مجموعة اليورو تخصص مجددا لبحث مسألة الديون اليونانية وكلف القادة الأوروبيون وزراء مالية مجموعة اليورو بالاجتماع والتقرير هذا السبت وربما تستمر اجتماعاتهم ليوم الأحد